حرس الأمين العامة لمنظمة الأمم المتحدة أنتونيو دوتيريش على التقاط صورة تفترية جماعية للشباب المتطوع والمنظم لفعالية قمة المناخ كما منحت سكرترية الأمم المتحدة الشباب المشارك في تنظيم قمة المناخ شهادات تقدير تكريما لهم على دورهم الفاعل في نجاح هذا المؤتمر وتطوع قرابة الفي شاب شاركوا في تنظيم مؤتمر المناخ كوبتون تي سافن والذي استضافته مصر في مدينة السلام شرم الشيخ وقوامهم الأساسي من الشباب المصري من أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وشباب الجامعات والشباب المتطوع من مختلف الوزارات إضافة إلى عدد من الشباب المشاركين من مختلف الجنسيات في تنظيم المؤتمر كما تعاون عدد من منظمي المؤتمر مع سكرتارية الأمم المتحدة في تنظيم الفعاليات في المنطقة الزرقاء